حديقة بتعتبر الإعلام من الأدوات في المجتمع التي تساعد على تنمية المجتمع؟ طبعاً الإعلام والفنون يعني هي أدوات أساسية لتحقيق التنمية في كل مجالاتها التنمية المستدامة، التنمية الشاملة لإحداث التغيير المجتمعي وفي لي كتاب المسمدة أنه إزاي الإعلام يساعد في تحقيق التغيير لأن إحنا بنقول هي دايماً التنمية بتستلزم أن أنا أغير سلوك أصحح مفاهيم فأنا لازم الإعلام يساعدني في ده عشان كده دلوقتي فيه برضو تعبير يعني أتمنى أنه الإعلام المصري سواء أنا الخاص أو الرسمي برضو بكل قوالبه يشتغل عليه اللي هو اسمه إعلام البناء يعني يبقى المادة اللي أنا بقدمها هي مش دعاية لكن هي أنا بحاول يعني بناء بناء بمعنى بناء الدولة مثلاً بناء المجتمع كل حاجة وبناء الإنسان وبناء طموحات يعني أنا مثلاً لما أكلم الأطفال يبقى عندهم طموحات لما يكبروا يبقوا إيه إيه دورهم البناء إن أنا لو جاء فأنا عندي مشروع فعلاً نجح لازم أساهم يعني أقدمه وأقدم إزاي هما تغلبوا على الصعوبات لكن لما أفضل على طول أتكلم عن المشكلة طب وبعدين خلاص ده يعمل إحباط عند الناس عشان كده بنقول برضو في علم النفس الإعلامي إنه في حاجة من قول عليها الإعلام التفاؤلي إعلام الترغيب يعني أنا دلوقت عايزة لا إسم جميل يعني الإعلام التفاؤلي بمعنى تفاؤلي يعني أنا مثلاً دلوقت حضرتك إحنا بنشتكي إن إحنا ما عندناش فنيين على مستوى عالي من الكفاءة رغم إن دول مطلوبين وبيكسبوا يمكن أكتر من خرجيجي التعليم العالي في بعض التخصصات فأنا لازم أعمل بقى ده أهيأ الأطفال من مهمة لسه في الإعداد إنه اللي أنت لو رحت ده هتكسب كده لو رحت ده هتلاقي عقد عمل وإنت لسه طالب فمش عارفة إيه لو أنت رحت ده فرص العمل لك مش بس في بلدك ولا لا ده أنت مطلوب مش عارفة دول إيه فده الإعلام التفاؤلي الإعلام اللي بيحقق التفاؤل والمستقبل إعلام المستقبل مش بها الإعلام التشاؤمي أو إعلام التهديد أي يعني أنا برضو عايزة يعني أنتاز هذه الفرصة وأكلم حضرتك عن الزكاء الاصطناعي ماذا سيفعل في مجال الإعلام هو طبعاً إحنا بالنسبة لنا برضو يعني حديث نسبياً في التطبيقات واستخدامه لكن هو طبعاً في دول أوروبية وفي أمريكا يعني لهم إنجازات وفيه شغل جامد يعني لكن عايزة أقول إنه سيظل تطبيق الزكاء الاصطناعي ببرامجه المختلفة مرتبط بإسهامات الزكاء البشري يعني حضرتك لأن الزكاء البشري هو الذي صنع الزكاء الاصطناعي حضرتك اللي هتحددي هل هو هيحل مكانك ولا هو هيساعدك هو معين هو هيضيف يعني زي مثلاً لما حضرتك ظهرت البرامج التعليمية في التلفزيون وقبليها ظهرت السينما التعليمية فقالوا يا طرى ده هيلغي المدرس لا هو هيساعد المدرس إنه يؤدي عمله بطريقة أفضل بس فيه جزئية مايقدرش يحل محله الفرد وعشان كده بنقول إنه الشخص اللي حينفتع على المستحدثات الجديدة ويعرف كيفية توظفها يعني أنت اللي هتحددي هتوظف فيها لمصلحتك ولا لغير مصلحتك سؤال أخير لدكتورة مونة الحديدي يعني كيف ترى دكتورة مونة مستقبل الإعلام في العالم ومستقبله في مصر أعتقد أن دوره بيتعظم وبيتعظم مش بس عند القاعدة الجماهرية لكن بيتعظم عند القيادات السياسية والفكرية دوره بيتعظم حتى في الحروب دلوقتي بنشوف الإعلام دوره السلاح في الحروب حلقة حرب الكلمة وحرب الصورة وبنشوف ده في الأحداث الأخيرة الإعلام أصبح شريك في الإدارة وفي تحقيق أعلى كفاءات الإدارة ويمكن أختم بأنه حتى سيادة الرئيس في اللقاءاته الأخيرة كان بيتحدث إلى الوزراء والمسؤولين يقول لهم كلموا الناس يعني تواصلوا مع الناس ترجمة نانسي قنقر